قالها ليه كده أكيد بتبقي جميلة بالليل أكتر من الصبح وبعدين انت هتبقي مراتي لابسة ايدي الوقتي قالت له احترم نفسك ويلزم حدودك سلام وفي نفس اللحظة ده نفتكر إيشا لما كانت هي اللي بتتصل بيه وتشاور له من البالكونة عرفته الراجل بيختار مين في الآخر ولا نقول كمان ونروح لإيشا اللي غرقانة في المنهج فاتصلت بإيليف وشاف رقمها تبسط وسألته هو لازم ألخص فصل الجرعات ده أنا مش فهمة منه أي حيجة اللي علاقة الجرعات مهمة أي حيجة ليها علاقة بالمناعة مهمة ابقي لخصيها بالرسم لو عايزة وسلامه عليكم دلوقتي عشان مشغول قالت له عليكم السلام ربنا ينتقل منك يا بعيد ومسك الرسمة الشريرة بتاعتها اللي كاتب عليها المدرس الكبوس وقاعد يضحك على صورته بسم الله بسم الله اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هتلاقيها في الآي اللي فوق دي وكمان هسبها لكم في صندوق الوصف بتبدأ الحلقة الثالثة وقيشة سرحانها في ملكوت الله راحة الولاد خبطوها بالكرة في دماغها فادلقت القهوة على دكتور إليف بصوا هي الحلقة كلها أصلا بعنوان الأستاذ الكبوس وده نجي وقفها تاني قالت له عايزين تاكمان هتسألني على أختي تاني بص أنا لعفريد بتتنطط في وشي تجنبني لسلامتك الشخصية وراحت على المكتبة دكتور إليف قال لها غيرت غدومي بعد ما دلقتي القهوة عليها قالت له وانا ميلي هم اللي خبطوني بالكرة في دماغي فسألها هو أنت كنت بتعياتي ما ربديتش طب خلصتي البحث اللي كلفتك بي قالت له لسه بص أنا فعلا مش نقصة وفيها اللي مكفيني وإنت جاي تحط علي ومديني واجبات أكتر من كل الطلبة قال لها ما بعملش كده غير مع المتميزين لازم تبي أعقل من كده شوية قالت له آه أنا فعلا عندي مشكلة اليومين دول فمش طالبة خالص يعني تيجي علي أنت كمان يلخصي بالرسم مدام أسهلك وعايزك بعد المحاضرة أوكي فسابت وقامت متعصبة فقعد يضحك واخد ورقة نسيتها كانت رسمة عليها حاجة ونروح لدين اللي بابا بيقوله والله وشفتك عريس ألف مبروك يا حبيبي فاكر لما كنت زمين بتلعب مع سيشا واختها وانتو عيال دلوقتي جدرت وهتتجوزوا دين قاله تفتكر اختياري صح ولا تسرع بابا قاله سيشا مناسبة ليك أكتر محترمة وراجزة كده مش زي اختها مرووشة وبعدين الجواز مش محتاج تختار الأفضل وخلاص لأ المفروض تختار المناسبة ليك إنت يعني مثلا منطق مش ست مثالية لكن هي الوحيدة اللي برتاح معيها وبتحك معيها براحتي وقابليني بعيوبي اللي أنا وهي عارفينها راديو بيّا وبتحبيني زي منا مش بتحاول تغيرني وده الوقت اللي لازم إنت تسأل نفسك فيه هل إنت زوج مناسب لها ولا لأ ونروح لإيشا اللي غرقانة في المنهج فاتصلت بإليف وشاف رقمها تبسط وسألته هو لازم ألخص فصل الجرعات ده أنا مش فاهمة منه أي حيجة قال لها ألاقي الجرعات مهمة أي حيجة ليها علاقة بالمناعة مهمة ابقي لخصيها بالرسم لو عايزة وسلامه عليكم دلوقتي عشان مشغول قالت له عليكم السلام ربنا ينتقب منك يا بعيد ومسك الرسمة الشريرة بتاعتها اللي كاتب عليها المدارس الكبوس وقعد يضحك على صورته ونروح لدين اللي بيتصل بساشا وطلب منها تطلع له في البالكونة قالت له لا طبعا الوقت متأخر قال لها ليه كده أكيد بتبقي جميلة بالليل أكتر من الصبح وبعدين انت هتبقي مراتي لابسة أيدي الوقتي قالت له احترم نفسك ويرزم حدودك سلام وفي نفس اللحظة ده أنا افتكر إيشا لما كانت هي اللي بتتصل بيه وتشاور له من البالكونة عرفته الراجل بيختار مين في الآخر ولا نقول كمان ونروح لإليف اللي بيصبح الجنيني ومراته اللي بيشتغلوا عنده في البيت وبيسألهم فطرده ولا لسه وأخبار ابنكم اللي فرحه وقرب إيه قلوله بقى إن بدلت العريس على حسيبي فقالوله انت جمالك مغرقينة ما تحرجناش أكتر من كده عيد ما تقولوش كده إحنا أكتر من قاد دي هدية لاخوية والاخوات بيساعدوا بعض مش كده وإيشها روح تستعد وتهدي أعصابها لقيت دان جاي وراوها عرفت مكاني منين قال لها حاسس إني فقدت صديقتي المقربة من ساعة ما قلت هتجاوز واختك وبعدين أنا عارف كل الأماكن اللي بتحبيها حتى الأكل اللي بتحبيه بس مش عارف الشخص اللي بتحبيه مش عارف بحبي مين بحب جونت رفولتا ارتحت مش هتساعدني في الصيد بقى قال لها أساعدك ليه انت شطرة وبتعرفي تستاضي لوحدك تفتكري هنعرف نيجي نستاض سوا كده بعد ما تجاوز سيشا انت شخص مريب ومش المفروض ولا تتجاوز دي ولا دي تاني يوم راحت الجامعة بتأخارة وليقيت إليف في المكتبة قال لها الرسمة دي لقيتها وسط الفايل بتاعك ده انت طلعت فنينة أمان لو عرفت انها مسجلك على الموبايل الكابوس هتعمل ايه فتكسفت واعتزاريت له وجات تديه له البحث اتخض من خطها كانت هتعيط قالت له كان ممكن عامله حسن من كده بس انت اللي استعجلتني في أربعة تيام قال لها خلاص خلاص كويس ما تعيطيش تقدري تروحي دلوقتي ولازم تعرفي ان انت زكية جدا وقدرتك على الاستعاب كبيرة حاولي تستغلي قدراتك ما تضيعاش في كلام فوضي سلام بعدها دين بعت لها مسج انت فين وغمضت عينيها كأنها مش شايفاة وروحة البيت لقيت باباها عندهم فمرديتش تسلم عليه مامتها قالت لها عيب كده قالت لهم أنا أبويا مات من يوم ما سبنا وطلعت جار ومامتها اعتذرت له وطلعت وراها وإيشة بتسألها أنا مش عارفة انت مستحملة ده ازاي وإيه اللي جايبه هنا دلوقتي مامتها قالت لها عشان عليه صختك جاي تقدم لها النهاردة عايزاي ييجي ما يلاقيش راجل يخطبها منه أبوكي كان لازم يكون موجود فهمتي ولا فهمك تاني إيشة تفاجئت وقالت لها انتوا ليه مخبين علي ان دين جاي لها النهاردة وفجأة بنشوف إليف وصاحبه مع زمين على الخطوبة هم كمين وأول ما شافها جوه باباها قالوا انتوا تعرفوا بعد ولا ايه ودين كان ميضايق جدا وطلب إيد سيشة من أبوها رسمي على سنة الله ورسوله وبيقروا الفتحة وإيشة سمعيهم وهتموت من القهرة قلبها هيقف وإليف واخد باله منها فدخلت المطبخ وثابتهم وسمعهم بيتفقوا على معايد الفرح وهي بتفتكل رحزاته معايها وهتموت بعدها إليف قال لصاحبه انت بقى جايبنيين عشان تعرفني على نفيسة بنت الأستاذ حسين فامراته الدكتورة قالت له ده لو ما عندكش مينع تبقى جوز أختي ونبقى عيلة قال له انت عارف حضرتك دي تبقى مين دي الطالبة بتاعة التليفون فتاة الصديب الأحمر اي خرجت عيدة مشة والدكتورة نيلة خرجت لها تسألها ميلك شكلك تعبين قالت لها يعني الدراسة قرهقتني شوية اليومين دول فراحت نيلة قالت للدكتور إليف دي بتقول انها تعبينة فخرج لها وسألها ميلك أشخصلك الحالة قلب مكسور مش كده سألته تعرف نيلة منين قال لها دكتورة معينة وزوجها كمان دكتور معينة وأعز أصدقائي هو دين هو المخلوق المريخي مش كده قالت له متخيلتش ان كسرت القلب مقلمة كده مش عارفة خبي إليف قال لها مش احنا ده كدره ولا دكتور في الدنيا عارف ده ويه العضو الوحيد في الجسم اللي ما نعرفش نعالجه هو القلب المكسور بس حكيلي بقى هتعملي إيه لما يجاوز أختك ويعيش قدامك قالت له ههرب وهذاكر كتير وهعمل دكتورها في الصيدلة لحد ما اكتشف علاج القلب المكسور وساعتها هبقى دكتورة اشتر منك ونروح لدين اللي قاعد مع اتفاق العيلة على الفرح وعمال يدور بعنيه عليها وهم مروحين أبوهم بيقول سيش هتخطب ونيلة متجاوزة الحمد للليل وكده ما فاضلش غر إيشة وصاحبه قال له إليف مش متجاوز يا عمه فارتبك وقال له ما استأذنان عشان اتأخرت ودين متابع ومحروق دمه وأبوه أول مروح قال له هو إليف ده بيدرس لك انت جمان فسأله بتسأل ليه قال له واضح انهم هيجاوزوا لبنتهم التانية فتضايق أكتر وخرج يبص على إيشة في البالكونة بالليل لكن هي أول ما شافته قفلت الصرف والشو والتانين وهم مروحين بالعربية كلهم صاحبه بيقول له إيه رأيك في إيشة أهي دي بقى العروسة المناسبة اللي مش هتعرف تقول عليها ولا كلمة وإليفة حرج وفجأة أبوها جات له أزمة قلبية وتخضوا كلهم عليه وتنقل على المستشفى وبس خلاص لو عجبتك الحلقة قولي إيه رأيك في الكومنت لو عايز تشوفها يحصلي في الحلقة الجاية هتلاقيها قدامك على الشاشة هي وباقي الحلقات في قيمة كاملة سلام